تعيش اسماك القرش في البحر الاحمر لكنها قليلا ما تهاجم السائحين الى في حال تجاوز الحدود المسموح بها لقي شاب روسي حتفه في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل مدينة الاردقة المصرية المطلة على البحر الاحمر وفق ما افادت مصادر رسمية واعلنت وزارة البيئة المصرية وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر تايكر شوك على احد رواد الشاطئ مما ادى الى وفاته وذلك في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك وفي حين لم تحدد الوزارة تفاصيل بشأن الضحية اكدت وسائل اعلام في موسكو انه روسي في العقد الثالث ونقلت وكالة تاسع عن القنصل العام لروسيا في الغردقة فكتور فوروبييف قوله قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي وقع هجوم من سمكة قرش قبالة ساحل دريمبيتش وسط الغردقة ما ادى الى وفاة مواطن روسي المولود في العام 1999 وطلبت القنصلية رعايها بتوخي الحذر واليقض اثناء السباحة في نياه المنطقة وحاول قارب انقاذ بالمنتجع مساعدة السائح على الخروج من سطوة فك القرش الا انها وصلت متأخرة وام تتمكن من اخراجه من المياه قبل فوات الاوام وتم منع السباحة بالمنتجع وتطويق المنطقة البحرية المحيطة به وتداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع شريط فيديو قالوا انه ملتقط من ساحل للغردقة لدى وقوع الحادث ويظهر الشريط شخصا يصارع في عرض البحر قبل ان يدفو على سطح الماء قريبا منه زعانف القرش الذي قام بمهاجمته ونشرت وسائل اعلام مصرية لقطات فيديو لما قالت وانه عملية استياد القرش واشار التقرير الى ان صيد سمكة القرش جاء بالتعاون بين معافضة البحر الاحمر والصيدين بالمنطقة بعد عدة ساعات من اتشار فيديو لعملية هجوم القرش على السائح على مواقع التواصل الاجتماعي وتعيش اسماك القرش في البحر الاحمر لكنها قليلا ما تهاجم السائحين الا في حال تجاوز الحدود للمسموح بها وادى هجوم مماثل لسمكة قرش في تموز يوليو 2022 الى وفاة سائحتين نمسوية ورومانية وفي عام 2018 عفر على بقايا جثة سائح تشيكي على احد شواطئ مدينة مرس علم المطلة على البحر الاحمر بعدما اكد مسؤول انه قرر السباحة في منطقة توجد فيها اسماك قرش وفي 2015 قتل سائح نلماني في الخمسين من عمره بعدما هجمته سمكة قرش حين كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرق البلاد ترجمة نانسي قنقر